السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? يارب يكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض احلى بطاطس مكمورة او سلطة البطاطس. بيكون موجودة في اغلب المحلات كمقبلات او منوع من انواع السلطة. النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة ومش هتاخد معاك اكتر من عشر دقايق اعمال بكل حاجة. يلا بينا نبدأ. اول حاجة كده بنحضر الحلة بتاعتنا بنحطها على النار ونحط معاها معلقة زيت. ما بنقطرش في الزيت. بنجيب بعد كده قرنفلفل حامي ومعلقة صغيرة من التوم المفروم. ما بتحبيش الفلفل الحامي ممكن تستغني عنه خالص. بس هي بيديها طعم ولما بيكون حرية بتدي طعم جميل جدا اوي بيكون طعمها حرم. هنقلبهم مع بعض الحادمة التوم اللي معانا يبدأ يحمر. انا مش عايزايا محمر جامد ولا انا عايزايا دوبك داخل في الدهبي. هفضل اقلب فيه لان هو التوم مش كتير فهيتحمر معانا بسرعة جدا. في الوقت ده بكون محضرة البطاطس بتاعتي مقشراها وغسلها كويس جدا ومقطعها مكعبات. اول ما تبدأ التوم بتاعتي تبدأ تخش في الاحمرار كده زي ما انتو شايفين نفس اللون اللي معانا هبدأ انزل البطاطس بتاعتنا اللي انا مقطعها مكعبات. وهفضل اقلب فيها وبكون محضرة معايا في التوابل كمون وملح. وكمان كزبرة نشفة. وكمان نصف معلقة او ربع معلقة من بودرة الزعفران. الده اللي بيديها اللون معانا. هبدأ انزل بالتوابل المعايا مش بحط اكتر من كده خالص. وابدأ اقلب فيهم كويس جدا وهبدأ بعد كده اقلب في البطاطس لحد ما تاخد تشويحة كويسة جدا مع التوم والفلفل والبهارات تطلع ريحة بتاعتها. عايز اقول لكم كان ريحتها جميلة جدا وطبعا مش عايزة اوصل لكم الوصف بتاع الطعم بتاعها قد ايه جميل. واحلى كمان من اللي بيكون موجودة برا او موجودة في المحلات. بقلبها كويس جدا. كل شوية افضل اقلب فيها عشان ما تلزقش مني. وكمان اه ما تحمرش مني جامد اوي. بكون محضرة بعد كده ربع كباية من الميا. اسمها بطاطس مكمورة لان هي بتستوي على نار هادية خالص وابنحطش معيها ميا كتيرة خالص. بفضل اقلب فيها مع بعض زي ما انتو شايفين. عايز اقول لكم انقطرش في الميا لان برضك البطاطس هتنزل مني الميا بتاعتها فهتستوي من الميا اللي احنا هنحطها والميا بتاعتها فمش هتحتاج لان هي ما بكونش فيها ميا كتير. وكمان عشان ما تتعجنش معنا. زي ما انتم شايفين انا مش بسيبها خالص بابدل اقلب فيها. بعد كده زي ما انتم شايفين هبدأ انزل بربع كباية من الميا. وهسيبها بقى على نار هادية خالص زي الرز تستوي براحضها. اول ما حط الميا ههديها التقليبة وبعد كده هوطي عليها النار. وما اعملش اي حاجة فيها اللي بعد شوية اجد للا اقلب فيها. ولو لسه لقيتها ما استودش هديها بقى ميا صغير لحد ما تبدأ تستوي معاه. طبعا كل دوت حسب كمية البطاطس اللي انت تعمليها. وكمان اه مقدار الميا اللي انت حطيه. ده كمام تمام اوي كده. السوا بتاعها ابدأ ان انا اقدمها بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. طعم وشكل ممتاز جدا. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتك ووصفة سهلة وبسيطة وسريعة وكمان تقدروا تعملوها في هالي وقت. لو عجبتك الوصفة ياريت تدعموني باشتراك وتفعيل زر الجرس. عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم واسبكم في حفظ الله.